واحدة من الثروات الضائعة والمهملة ذلك هو حال غاز العراق الذي يعد من أبرز ثرواته الطبيعية التي لم تستغل منذ عشرين عاما ثروة الغاز هذه ظلت تحرق وتهدر بعمليات استخراج النفط الخام دون استثمارها وفي المقابل اعتمدت الحكومات المتعاقبة في بغداد على الغاز الإيراني المستورد وغيره ضمن أجندات لا تخدم إلا مصالح الدول الأجنبية ومنها دول الجوار وسواء كان الاعتماد على الاستيراد متعمدا أو لسد العجز بسبب ندرة مشاريع استثمار الغاز العراقي فالفشل الإداري هو العنوان الأبرز لحرمان العراقيين من الاستفادة من ثروات بلدهم الهائلة على مدار عقدين من الزمن نظرا لما يمتلكه العراق من كميات غاز هائلة باحتياطات مؤكدة تبلغ 132 تريليون قدم مكعب تم إحراق 700 مليار قدم مكعب منها نتيجة ضعف استغلال هذه الثروة ومنها حقول الغاز الحر والغاز المصاحب لاستخراج النفط ما حرم العراق وموازنته السنوية من أموال طائلة الإهمال الحكومي لاستثمار الغاز فوت على العراق العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتطوير صناعة الغاز ووضع البلد في مصاف الدول الكبرى المصدرة للغاز بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء وعدم الاعتماد على دول الجوار وفقا لخبراء اقتصاديين وبدلا من ذلك اعتمد العراق منذ عقدين من الزمن على استيراد الغاز الإيراني لسد احتياجاته من الطاقة في هيمنة واضحة من طهران على حكومة بغداد بهدف ترسيخ مفهوم التبعية الاقتصادية أضف إلى ذلك تخاذل واشنطن الواضح في منح حكومة بغداد استثناءات متتالية من العقوبات الدولية المفروضة على ايران بهدف استمرار توريد غازها إلى العراق